مفيش أجمل من قلب الملال والمتعاطف مع الجميع اللي حصل ما هواش غريب كان بيحصل منذ بدء الخليقة زلازل وفيضانات وبركيين وحروب بس السرعة الوتيرة بقى وراء بعض وراء بعض وراء بعض ومع بعض وكلمة ومع بعض وإحنا بيحكوا عن أيسلند البركان اللي حيتفجر حيأثر على أوروبا مش مخلصين وإحنا المرة دي عشان الأحداث على الحدود بتاعتنا وريبة إحنا منزعجين بس هي يعني زي ما قال القديس بوليس في روميا 13 هذا وإنكم عارفون الوقت إنها الآن ساعة لنستيقظ هو بيقول بيكلمهم أنتوا عارفين الوقت لا الحقيقة إحنا مش درانين إحنا بس بنا نشغل بغلاء الأسعار وعدد النازحين وهيقوا عندنا ولا لأ لكن يعني كلام القديس بوليس لأهل روميا وهذا وإنكم عارفون الوقت إنها إمتى الآن الآن ساعة لنستيقظ الأحداث دي بس بتقول لنا هتصحى إمتى إميل أنا بحس الرسالة دي لي أنا أولا مش للمشاهدين لا أنا أولا وكلنا محتاجين صحيح بنتألم مع المتألمين صحيح بننزعج بلا مأوى بلا أكل بلا شرب بلا وقود بلا سقف ومش مئات لا ألاف ألاف قتلى وأطفال لا زنب له بكل وحشية وكل مرارة سواء من هذا الطرف أو من هذا الطرف حاجة في غاية الألم لنا كلنا يمكن ألس كان بتفكر في يعني إزاي الناس دي حتى لو كان فيهم أخطاء زي هاجر مثلا إي ربنا عايز يقول إي في الموضوع ده يعني واحدة صاحبتي نبهتني لقلب الله المتعاطف رغم الدنيا اللي صعبة وده غلطان ولا ده اللي غلطان وكل واحد عنده رأي لكن ربنا يعني رأيت قلبه وجماله إنه يتعاطف بدون نظر ده من أنه شعب ولا من أنه حزب ففجأت فعلا مركزت على هاجر إن دي الست الوحيدة اللي ظهر لها ملك الرب مرتين صح والحاجة التانية إنها كانت في برية وعطش وجوع وفعلا موت برية موت يعني لكن تعاطف الله إنه يقول لها أنا سمعتلك إزاي ربنا بيسمع يعني عايز أشجع كل واحد في ديئة وأزمة اوعى تفتكر ربنا بعيد مش سامع قال لها أنا هسمعلك في البابي وهحافظ على البابي وهتسميه إسماعيل الله اللي سمعه الله اللي سمعه وأول بداية الكلام يقول لها مالك يا هاجر يا سلام لما الواحد يكون في أي ديئة ويلاقي حد بيقوله ما لك حبيبي فيك إيه أنا حسيتها من ربنا كده إن عايز يقوله كل واحد في أزمة بغض النظر هو جنسيته إيه ولا مشكلته إيه ما لك حبيبي أنا هسمعلك إذا طلبتني هسمعلك فتاني مرة كانت مش قادرة تشوف الطفلة بيموت وده كان يعني رهيب على أنا كأم يعني لا أتصور هذا المنظر وهذا الموقف شوف طفلك ابنك بنتك عم بيموت بيموت من عطش مش بيعندوش مرض ده بيموت من العطش ونجوع فقدت هسيبه تحت شجرة مش هلما بصش فحلاوة وقلب ربنا الحنين لأ بصي يوجد لها ميا في البرية بصي يا حبيبتي بصي جنبك هتلاقي ميا وهيعيش وهيبقى شعب كبير وهيبقى وهيبقى مفيش أجمل من قلب الله المتعاطف مع الجميع مع الجميع عشان كده أنا بقول يعني الأزمة دي صعبة وصعبة الواحد لكن إذا رفعنا وشينا ربنا هلأ إيه بيسمع وبيتعاطف وسمعت يعني وسمعنا كتير أن الناس تحت الركام أطفال عاشوا أيام وفي منهم حاجات معجزية الملايكة كنتيجي تأكلهم أنا لا أشك أن الله يبعث ملايكة يخدمه يعني ويسنده ويسمع لصرخات وأنات وطلبات وده دورنا كلنا اللي في المشكلة واللي براقة إن إحنا نصرخ ونطلب ربنا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر